يعني شايف لو محمد بن عبد الوهاب كفر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما كان الأمر أصعب من إجراء الدماء لن يضر أن يكفر رسول الله كان قريش تنظر إليه أنه صابئ وكافر لكن إجراء الدماء لا يمكن أن نسامح فيه يعني مثلا إذا قرأنا ماذا فعلوا في الطائف يقول إمام الحرمين مفتي الشافعية العلام أحمد زيني لحلان في كتابه خلاصة الكلام في أمراء البلد الحرام يقول ولما دخلوا الطائف قتلوا الناس قتلا عاما واستوعبوا الكبير والصغير والمأمور والأمير والشريف والوضيع وصاروا يذبحون على صدر الأم الطفل الرضيع وصاروا يصعدون البيوت يخرجون من توارى فيها فيقتلونهم ووجدوا جماعة يتدارسون القرآن فقتلوهم عن آخرهم حتى أبادوا من في البيوت جميعا ثم خرجوا إلى الحوانيت والمساجن وقتلوا من فيها يقتلون الرجل في المسجد وهو راكع أو ساجد حتى أفنوا هؤلاء المخلوقات فويل لهم من جبار السماوات ولم يبق من أهل الطائف إلا شرذمة قدر نيف وعشرين إنحاذوا لبيت الفتن وترسوه ومنعوه باللصاص ومنعوه أن يصلوه وجماعة في البيت يبلغون مائتين وسبعين قاتلوهم يومهم بمطال وشغلوهم بكثرة النضال ثم قاتلوهم في اليوم الثاني والثاني إلى آخره فعلموا أن لا سبيل إلا هؤلاء إلا بالمكر والخديعة فرسلوهم إلى آخره فأعطوهم أمان بعدما فتحوا الأبواب قتلوهم أيضا فلما مثلوا بين يديه أمر بقتلهم جميعا ففازوا بالشهادة يقول أحمد زيني الأحلان وكان قتلهم بقوز يسمى دقاق إلى آخره وما زالوا مكشوفي ورموهم في تلك الأرض وما زالوا مكشوفي السوأتين حتى رموا عليهم أطمارا بالية من الكساء يعني هذا حد يعني حتى حد المرتد الذي وضعه بن أمية من أجل أن يقتلوا أعداءهم الذي طبقه الصلاطين وما طبقه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن حتى حد المرتد هذا هل هكذا يطبق؟ هل يلقونه؟ حتى لو واحد محارب حتى لو قتلت إسرائيلي محتل أرضنا دبح أطفالنا هل نلقيه عاريا في الطريق؟ هذا احترام لباقي الناس